في معركة الروس مع أوكرانيا والحقيقة هي معركة أكبر بكثير من أوكرانيا هي معركة الروس ومن خلفها على مضض وباستحياء بكذا الصين وبعض الدول الأخرى والغرب ولكن المسرح المعركة هو أوكرانيا لكن الغرب مش داخل بكل ما لديه حتى لا يذل كما قال ماكرون يجب عدم إذلال بوتين بمعنى أن الغرب يعتمد سياسة دع أوكرانيا تقاتل دعها تحترق ولكن في نفس الوقت دع بوتين يغرق كون أوكرانيا تحترق فهما يقول لنا هذه ليس مسؤوليتنا نحن مسؤوليتنا نساعدوهم بالأسلحة لكن لحد الآن دول الغربية لم تعطي لأوكرانيا أسلحة تقدر تصل إلى الأراضي الروسية لم تعطيها له طولهم أسلحة في الغالب ما تفوتش خارج الحدود الأوكرانية ويراهم يقولون الغربيين في الحلف الأطلسي يقولون لا نريد استفزاز بوتين أكثر من اللازم نريد هزيمته داخل أوكرانيا ولكن لا نريد هزيمته أن تكون الهزيمة شنعاء أن تكون الهزيمة نكراء أن تكون الهزيمة كارثية حتى لا يذهب إلى عملية جنون وربما يستخدم السلاح النووي لكن في نفس الوقت كلما طالت هذه المعركة الغرب عنده إمكانيات صحيح من جهة عنده مشاكل عنده مشاكل في ارتفاع الأسعار في ارتفاع الطاقة في ارتفاع البنزين في كل هذا كين لكن يبقى في نهاية المطاف الدول الغربية التي ستدعم يعني ما عدا الصين حتى اليابان موجودة لكن ما عدا الصين ضمنها 12 دولة اللي هي أقوى اقتصاد في العالم منهم روسيا هي رقم 12 11 دولة الأخرى نحن منها الصين يبقى عشر دول العشر دول هذو اللي هم أقوى اقتصاد في العالم أمريكا اليابان ألمانيا بريطانيا فرنسا إيطاليا إلى آخره هؤلاء كلهم هؤلاء كلهم يتعامون في أوكرانيا ويعطوها في الأموال ويعطوها في السلاح خاصة الأمريكيين ولكن أيضا الإنجليز والآن دخل الألمان فيعطوها في السلاح لمزيد من الإضعاف لأنه كلما طالت هذه المعركة كلما كان هناك إشكالين أو ثلاثة يتطرحوا بالنسبة لبوتين لذلك هو يجب أن ينهي هذه الحرب في خلال أقصى تقدير من هنا إلى نهاية جويليا نهاية أوت وإلا المانيفير رح يدور الأموان رح يدور بشكل كارثي كيف؟ أولا هو مثلا مش قادر يسدد ديونتها ولماذا؟ لأن الغربيين الأمريكيين على الأساس قالوا لونيات ما تستعملش وجمدوا له ثلثمائة مليار دولار وجمدوا له أيضا كميات هائلة من الذهب وفرضين عليه عقوبات في اتجاهات كثيرة جدا الأوليغارشيا لحد الآن مسوا حوالي أكثر كيدي رأس تقول أكثر من ألف ومئتين من الأوليغارشيا أي من أغنى أغناء الروس الآن يا إما أموالهم مجمدة يا إما أموالهم مصادرة وهذا هذه بالنسبة لهؤلاء كارثة هذو كانوا عبارة عن أباطرة عبارة عن ملوك ومراء يعني التالي فيهم يملك مليار دولار يملك زج مليار دولار كي يملكوا عشرة مليار دولار مبالغ فخمة جدا نهابوها من عند الشعب الروسي مسكين باش يتثبت الحكم اللي جاء بعد سقوط الاتحاد السوفيتي فبالنسبة للغربيين إيطالة المعركة تعني أن الروس تقل عليهم أصلا يعني يخسروا كثير من السلاح وروسيا مش قادرة مصانحة مش قادرة تنتج أسلحة بقدر مرة هي تستهلك ثم زادوا دولهم عقوبات على كثير من السلح اللي تدخل في صناعة الأسلحة المتطورة خاصة السواريخ قضية الرقائق الإلكترونية إلى آخره وأشياء أخرى في تكنولوجيا المتطورة هذا من الجهة من الجهة ثانية أن المحيطين يعتقدهما الغربيين أن المحيطين ببوتين لما يشوفون الحرب طالت وأن أموالهم تصادر وأن اللي كان يملك مليار دولار واللي ما عندهش يعشى ليلة هذا يدله إزعاج في الداخل وفي الخارج الأمر الثالث كون أن بوتين اللي كان يريد أن يأخذ كييف وكان يعتقد بللي يأخذها في ثلثيام ولا في ربع أيام وحتى القوى الغربية ظنت ذلك في البداية حتى كانوا يقولوا زيلنسكي هذا الرئيس الأوكراني يقول له أرواح المريكان والإنجليز قالوا الأرواح لاجه عندنا يعني كانوا يعتقدوا أن أوكرانيا ستسقط في أيام الآن حاصل ما زال في الدونباس صحيح اليوم المعلومات مثلا يقولوا زاد سيطر على مدينة أخرى فيها مئة ألف ساكن قبل الحرب وهي من أكبر آخر أكبر المدن في منطقة الدونباس هذا صحيح واسم المدينة لسي شانسكي هذا صحيح لكن في النهاية كل المنطقة هذه اللي سيسيطر عليها تعد دونباس هي 10% من أوكرانيا 10% من أوكرانيا أي أن أوكرانيا 90% مش تحتيده هذا من الجهة الحاجة الثانية أن هناك ثمن غالي من بين هذه الأثمان مثلا كما قلنا المرة اللي فاتت ها هو انضمان فينلا والسويد وفينلا عندها حدود 1340 كم مع الروس وعندها معارك سابقة مع الروس يعني عندها حسيفة كما نقول عندها عندها قلاقل مع الروس في الحرب العالمية الثانية الروس دولة 10% برغم أنها ثبتت في المعاركة لكن في النهاية جيس سوفيتي مقابل فنلندي ما لقوها صعيبة لما خسر الروس كثير قبل باش يدي 10% كان يريد أن يدي فنلندا كلها كما الآن كان يريد أن يدي أوكرانيا كلها إذن هذا العشرة بالمئة راح تكلفه الكثير كلفاته دخول دول أخرى الحلف الأطلسي الأخطر من ذلك تخذ هذا القرار أول أمس في لقاء لجماعة الحلف الأطلسي كان عندهم 40 ألف لهي قوة عسكر جاهزين لأي شيء يصرى في أوروبا الحلف الأطلسي الآن تخيلوا كما رفعوا هذا العدد إلى 300 ألف سبع مرات ونص من 40 ألف عسكري جاهز إلى 300 ألف شكون هذا العسكر أساساً منين أساساً من المريكان وجزء كبير راح يكون من ألمانيا أيضاً بمعنى أن مرة أخرى ألمانيا تعود كنت كلمتكم عليها قبل شهرين والله أنا شفت هذه الأيام كأن مقالات كثيرة تكتب على الموضوع هذا بالحقيقة من اللحظة الأولى لهذه الحرب قلت بأن من بلا راح نستفدو منها ربما يخسروا اقتصادياً هما الألمان ولكن ناحية العسكرية ألمانيا ستستفيد لأنها ستكسر كل تلك المعوقات وتلك الشروط اللي فرضتها عليها الحرب العالمية الثانية لأنهم يحتاجوها لأنها هي أقوى اقتصاد في أوروبا هي اللي تقدر تصرف هوا لذلك خرجوا قالوا 100 مليار يورو يالله للجيش انتعنا 100 مليار يورو وقال في السنوات القادمة كلها راح تكون 100 مليار فما يزيد على صناعة الأسلحة خلاف إدارة الطاقة الدفاعية وهذا أيضا مشكلة للروس لأن من بين أخطر أعداء الروس تاريخيا هما الألمان طبعا هذا مشكلة أيضا للفرنسيس والفرنسيس موضوع هذا أرعبهم ولذلك ماكرون يريد أن تنتهي هذا الحرب بأسرع وقت ممكن كلما طالت كلما ألمانيا تسلحت أكثر وتعسكرت أكثر وهذا مرعب للأوروبيين عموما وللفرنسيين خصوصا ثلاث حروب ما بين روسيا وألمانيا في المية وخمسين سنة الماضية 1870 حرب العالمية الأولى 1914 حرب العالمية الثانية 1939 وفي ثلاث مرات انتصر الألمان إذن كما قلت اليوم من بين التطورات هي هذا أنهم سيطروا على مدينة سمى ليسيتشانسكي ولكن في نفس الوقت ارتكب بوتين خطأ استراتيجي وهو أنه قام بضرب مواقع مدنية شفنا حرقة مركز تجاري قبل ثلاث أيام قبلها كان ضرب عمارات قال لك لأن وراهم مصانع تأسلاح في وقت اللي كانوا الغربيين مجتمعين في مجموعة السبع وثم مجتمعين في الحلف الأطلسي فاللي كانوا مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يحبوا يوصلوا إلى حل مع بوتين في أقرب فرصة ممكنة القاوروحا في وضع ضعيف يقول لهم هذا الجزار هذا هو يقتل في المدنيين شوفوا وهو اليوم زاد قتل اليوم أمس كانت في أوديسا أمس قتل 20 أو 21 بما فيهم طفل وإجرح حوالي 40 شخص فهذا كلها ما تنفعش بوتين لأنه أمام العالم إنك تقتل في المدنيين هو صحيح هذه الحرب ما فيهش كثير من المدنيين اللي ماتوا مقارنة بحروب أخرى لكن الغرب عنده قدرة إعلامية خطيرة جدا باش يظهر صورة المدنيين وفي قنواتهم تلفزيوناتهم يصوروهم بشكل مؤلم جدا باش يخلي الرأي العام في الغرب يتحمل لأن الرأي العام في الغرب رأيه منزعج من ارتفاع الأسعار ارتفعت الأسعار ما بين 10 إلى 20% في كل السلع وفي الطاقة مثلا تري سيتي ارتفعت إلى 50% في بريطانيا هنا مثلا 54% فهذا الرأي العام المنزعج والمتضايق من هذه الحرب اللي أنا مسته في جيبه لازم يفوله منتونير لازم تعودوا يشدوه كيفاش يشدوه يشدوه لما يورولوا الصور انتاع الأسر المقتولة والأطفال المقتولين شكون يسهل لهم المهمة جنرالات بوتين لأنهم قاعدين يضربوا في المدنيين شايف وين كيكون العملية لأن الحروب ما هيش دبابات وطيارات وضرب الحرب قبل كل شيء هي خطط وأفكار وهي الحرب الإعلامية خاصة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي في هذا القرن الواحد وعشرين هي قبل كل شيء الحرب هي إعلامية هي مخابراتية هي قبل كل شيء الدبابات والطائرات جزء فقط من القضية جزء فقط هذه أوشنغريحة وجماعتم مش فاهمينها ما زال ما زال مش فاهمينها ذلك لنا تحدثوا في الموضوع في هذا الوقت أيضا طردوا الأوكرانيين طردوا الروس من جزيرة الأفعى كما تسمى هذه جزيرة الأفعى قبل يومين خرجوا منها الروس الروس قالوا خرجنا باش نسمحوا لأوكرانيا تصدر الحبوب أوكرانيا قالت لهم لا خرجتوا تحت ضرباتنا الشديدة وبعد ما فقدتوا عناصركم اللي هناك وعرفتوا بأنكم لن تستطيعوا أن تحافظوا عليها طبعا هذا هو أقرب للتصديق لأن الروس إذا كانوا باش يسمحوا خرجوا من هذه الجزيرة باش يسمحوا لتصدير القمح هاو ما تضربوش أوديسا خلوا أوديسا بل لأن أوديسا أهم بكثير من الجزيرة هذه وأوديسا هي واقعة على البحر الأسود وهي أهم منها في أوكرانيا هاو الضرب في أوديسا مش متوقف يعني فمثلا نقلنا واشنطن بوست اللي هي اللي هي في الحقيقة يعني ناقدة لكثير من السياسات لكن قالت أن بايدن أن بايدن نجح في لم شوتات أو نتعى الحلف الأطلسي اللي كان تعبان جدا وكان بينه خصومات بين أطرافه فنجح في ذلك وأكثر من ذلك نجح بأن يقنع الأوروبيين بأن يرسل عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين باش يولوا يتواجدوا في أوروبا قلنا انتقلوا من ربعين ألف الأوروبيين القوة تاحهم الجاهزة انتقلت من ربعين ألف إلى ثلثمائة ألف هذه كله بفضل بوتين اللي يعطى لهم هذه الفرص الأمر الآخر هو أنه جماعة الحلف الأطلسي القوا بأن آه الحلف هذا مهم مش كما كنا نظن كما قال عليه ما نشعر فماكرون قبل سنوات قالوا إلي مور كلينيك مون ترامب قال لها قبل ذلك قال لك هذا حلف ما نحتاجوهش لا القوا باللي الحلف يحتاجوه وأصبحوا بدل ثلاثين أصبحوا ثلاثين وبدل أن بوتين كان لا يريد لأوكراني أن تنضمت في لندن اللي عندها حدود معها حتى أكثر من ذلك وهذه كلها أخطاء رح تكلفوا الكثير أنا عارف ما زال بعض الناس ونعودها راهم يحبوا بوتين يربح هذه الحرب على أساس أن بوتين هو رح يواجه الغرب الطغيان الأطلسي نيتو هذا قاعد قدر تقوله صحف الغرب إلا حاجة وهو أن بوتين يواجه الغرب لهذا بوتين هو اليمين المتطرف وصراعه هنا مع الغرب لأنه كان يعتقد أن الحلف الأطلسي مشتت ولن يجتمع على كلمة وأن الأوروبيين مشتتين وأن ألمانيا لن تستطيع اللي هي بيحها وعدة بلدان أوروبية لن يستطيع أن يتخلوا على البترول والغاز الروسي كانت هذه حساباته الآن هذه الحسابات كلها تسقط أرض مرة أخرى أقول أن الدول الغربية وشعوبها تدفع ثمن لكن يبقى ثمن محدود جدا مقارنة بالثمن اللي يدفعوه الأوكران والثمن اللي رح يدفعوه الروس الروس ما زال ما بدوش يدفعوه الثمن حد الآن ربما عندهم 20 ألف أو 25 ألف قتيل ممكن الأوكرانيين ربما عندهم 40 أو 45 ألف قتيل من العسكريين لكن مش هذا هو فقط المشكلة المشكلة أنه من بعد كل الدول الأوروبية والغربية تقول باللي هذه روسيا لا يوجد أمان جارك جاء تخل عليك الجنان الأخرين يشوفوا باللي قلتنا هذا ما فيش لمان لازم نحن نشوف هذا الجار كيفش نفكوه كيفش نخلوه يعيش حروب داخلية مشاكل داخلية وهذه اللي رهم ما شيلها لما قالها وزير الدفاع في أفريل اللي فات وزير الدفاع الأمريكي قال بالنسبة إلينا الآن هذه روسيا لن نثق فيها أبدا روسيا لن تكون كما كانت من قبل بمعنى أنها سيتم إضعافها قال كلمة إضعافها مش عارف لاستعمل كلمة تفكيك أم لا لكن كلمة إضعاف فنعاود نقول لإخوان اللي رهم يتابعوني فيها سواء جزائريين أو هار جزائريين بوتين راه اليمين المتطرف داخل الغرب معناها الجناح الأبشع داخل الغرب مش الجناح الأفضل أو الأقل سوء وما تنظروا لش من منظور أنه ما استعمر الجزائري وفرنسا الجزائري والمغرب وتونس وموريطانيا ولا السينيغان مش هذا المنظور لأن هذا المنظور راه استعمر عدة دول تحت السوفيتي كله كان استعمار روسيا استعمرت 14 دولة وسمعتهم التحت السوفيتي ومازال راه النفوذ الروسي قوي وداخل روسيا أساسا هناك عدة قوميات هي تحت النفوذ الروسي كان 200 قومية قالها بوتين قبل شهرين قال نحن 200 قومية ويردون أن يفرقوننا يخلقوا بيناتنا صراعات وخصومات نعم هم سيخدمون على هذا الشي لأنه بالنسبة لهذه الدول الغربية يقول لك لا ما نزيش نسمح لك نظن باللي يراك معنا تروح سوريا تقتل هذوك سوريين ما شي مشكل تروح للشيشان تقتل هذوك شيشان ما شي مشكل آه لا هنا عاسي محمد أحبس هنا أحبس أحبس وين رايح وين رايح ونحن قادرين أن نتعبوك ولذلك ضغطوا على بايدن باش يخفف لهج تفتجاه الصين وأصبح الحل في الأطلس يقول أن الخطر الأكبر هو روسيا وأن عندنا تحديات مع الصين لكن ما هيش خصم للدرجة قالوا مش خصم بينما أمريكا تقول تقول الصين خصم في عقيدتها أمريكا تقول لنا روسيا والصين خصمان يجب مواجهتهم ويقولوا عن الروس قبل سنتين أو قبل سنة حتى كانوا يقولوا عن الروس الروس ليس مشكلة كبيرة مع عداف العسكري الاقتصادي والتكنولوجيا ليس مشكلة كبيرة أما الصين يقولوا هي مشكلة في كل تجاه عسكري اقتصادي تجاري تكنولوجيا لأن الصين رايح تجري بشكل كبير جدا أثارني أنه كثير من إخواننا لما تكلمت على الطائرات وقلت على الموقف التركي وكيف أنه عموما نجح في 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 فرض شروطه على السويديين وعلى الفنلنديين ربما بالغوا شوية قالوا احنا وقلنا ونحن يعطونا 73 ربما بالغوا لأنه خرج وزير العدل السويدي قال احنا عندنا قضاء مستقل وماش الحكومة اللي يدخل القضاء وشيدير يعني في قضية التسليم وقال أن السويديين ما نسلموهمش لكن الآخرين شوفوا حسب الظروف حسب الأوضاع لكن عموما أنا قلت في حديثه اللي سابق قلت بأن أردوغان بايدن سمح ببيع طائرات ال-F-16 إلى بايدن بعض إخواننا قالوا كانت عنده ال-F-16 هو عنده ال-F-16 أردوغان عندهم 80 طائرة ال-F-16 لكن كان طلب في العام الماضي أو اللي قبله كان طلب F-16 طلب 40 طائرة أخرى الأتراك طلبه 40 طائرة أخرى F-16 إضافة إلى F-35 لكن الأمريكيين طولوا لهم في السفق وافقوا على F-16 الأربعين طائرة بالصح ما سلموهمش فالآن قالوا ما سنسلموها لكم في أسرع وقت وأيضا الثمانين طائرة F-16 كانوا ما داروهمش تركيا طلبت تجديد لهذه الطائرات لأنها قديمة فالأمريكيين قاعدوا يتعطلوا فيهم هذا المرة قالوا مرة خلاص سنعطولكم لبياسار الشونج وباش جدوهم إلى آخره أما النظام السوري إسرائيل بشلن عدوان جوي صباح اليوم السبت بعدة سواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلوس مستهدفا جنوبي طرطوس وقالت وزارة الدفاع السورية إن ذلك أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهم امرأة أو إلى أضرار مادية وتشنوا إسرائيل يقول الخبر وتشنوا إسرائيل مئات الغارات والقصف السلوخي على سوريا في سنوات الأخيرة مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش وهداف إيرانية وأخرى الحزب الله حسب الرواية الإسرائيلية والشهر الماضي قصف الطيران الإسرائيلي مطار دمشق الواقع جنوب العاصمة السورية والحق أضرار كبيرة بالمباني وأوقف مهابط طائرة الخدمة سؤال بسيط أين هي الأس 300 اللي عند بشار لماذا لا ترد على هذه السواريخ وعلى هذه الطائرات أين هي الأس 400 اللي عند الروس واللي دايرين بها كل التراب السوري تحت الأس 400 أين هي لماذا عندما تقصف إسرائيل ترقد الأس 400 والأس 300 لماذا يتفاو ما يخدموش لماذا وهذا مرة أخران وجه الخوطنة اللي عندهم ما زال يشوفوا في بوتين لأن لأن عندنا جنرالات هما ربهم هو بوتين وعندنا شوية ثورة المضادة لكن هاي الناس وحد آخرين هاي موش ثورة مضادة وهما حراكيين إلى آخره مازال يشوف بوتين مليح ها إلا رك تشوف هاي إسرائيل هاي تعبد في سوريا كما تشاء كسرت مطار دمشق وخلت وخارج خدمة مدة ثلاث أسابيع والأربعة أسابيع وههم اليوم ضربوهم في ترتوس ترتوس هي مدينة النظام مدينة خالصة لنظام السوري لماذا الاس 300 والاس 400 لماذا لا تواجه ذلك لماذا الروس ما يقول لهم شي يحبس أي يعني غالق إلى سوريا في 2015 قالوا لهم تدخلون تحاربوا تثبتوا النظام معناش مشكلة نظام بشار يساعدنا في تل أبيب معناش مشكلة لأنه هاو عنده الجولان محتل عنده أراضي محتل عمره لا طلب حاجة بالعكس كانت الحدود محروصة جدا من جهة سوريا ولا واحد يفوت والفلسطيني اللي يفوت والله يقطعوه لكن قالوا لهم تدخلوا بالصح ما تدخلوش أرواحكم فيما نقوم به هناك نحن نتصرف ولذلك إيرانيين منزعجين جدا كل ما تضرب إسرائيل في الكيال إسرائيل هذا يضرب في سوريا إيرانيين ينزعجوا علاش قولك لماذا لا يوقفهم الروس لن يستطيعوا يقافهم لأن هناك اتفاق معهم ولكن يوقفهم حياة بوتين تولي جحيم في سوريا وفي أماكن أخرى هاي إخواني لازم تفهموا مليح باش ما تروحش في الأحاديث والبروباغاندا هذو كل يبيع وبوتين سيفعل هذا كلام متى مراهقين أنا في نهاية المطاة في بوتين ولا زيلنسكي أوكرانيا ولا بايدن ولا وش يهمني فيه أنا نشوف من منظور خاصة هذا تخصصي يعني شوف من منظور ماذا سيحدث وكيف سيكون تأثيره علينا وعلى بلداننا وعلى المستضعفين وعلى هذه القضية نعم من هذا المنظور ميش هنا باش نشيطن بوتين ولا نسيب بوتين ولا أنا شخصي بوتين وش دار نحن وش دار في المنطقة تقع شمال إفريقيا وش دار صحيح فاغنر الآن ويبعثها في مالي ويبعثها في موجودة في عدة دول ورميذ بحوه ويقتله إلى آخره لكن في النهاية مقارنة وش دارة فرنسا في الشمال الإفريقي يقارن لكن فيه متغيرات فيه متغيرات الآن وفيه أيضا قراءة لما سيحدث وتأثيره خاصة أن السلاح تالبلاد 85% روسي عموما نحن إن شاء الله هذا السلاح يحبس قاع لأنه باختصار بسيط المرات اللي يستخدم فيه يستخدم ضد الشعب الجزائري اسمحوا لي هنا ندخل في الملف الجزائري باش نقضى معاه الربع ساعة الأخيرة أو 20 مقنقعة ما زال موضوع هذا الموضوع طبعا راح معنا واعتقد أنه راح يبقى معنا لأشهر هذا موضوع أوكرانيا والصراع هذا إذا ما زاش تفجر أكثر فأكثر